ايها الاحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاحرار في اي حتة في الدنيا عشان تكون حر لازم يكون عندك عين كويسة بتعرف تشوف عشان تكون حر لازم يكون عندك ودن كويسة بتعرف تسمع بتعرف تلتقت الجمال في اي حتة من اي حد الحقيقة مصر دي بلد عظيمة جدا وخرجت ناس عظماء قوي عايزة اقولك انه من ضمن العظماء اللي خرجتهم مصر واحد قد لا تعرفه انت وناس كتيرة جدا ما تعرفوش مع انه رجل كان عظيما جدا الراجل ده حضرات كان سبب في ادخال السعادة على قلب النهاردة انا لا ابالغ حين اقول بوضوح هذا الرجل اسعدني سعادة النهاردة غريبة جدا بينما هو مات ومات من زمان قوي انما النهاردة يا حضرات وانا قاعد اسمعوا فجأة نطيت من على مكتبي مش مصدق هذه الروعة في التصوير النغمي للقرآن الكريم واكتشفت ان انا لي حق ان انا محبش القرآن السعودية ولا الخليجة لانه القرآن الكريم له معاني فلما يجي واحد زي اللي انا سمعته النهاردة ده واللي انا من عشاءه فضيلة الشيخ رحمة الله عليه عبد العظيم زاهر كتير قوي في نهارة مصر ما يعرفوش مين عبد العظيم زاهر لان احنا عندنا كتير بقر ده طبيعي جدا ياه وطبعا الخليج ما يعرفش حاجة خالص انما انا عايزك لما تسمع القرآن اسمعوا بصوت الشيخ عبد العظيم زاهر عبد العظيم زاهر رحمة الله عليه ليه سورة او ليه تلاوة عن سورة الزمر وهو بيبدأ بيه ويندي الله الذين امنوا بمفازة من اول هنا من اول هنا وهو بيكلم عن الادلة على ان ربنا عظيم وقادر وكبير وبعدين فجأة كده الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو قول الله تعالى بل الله فاعبد ويقولوا كده بتصوير نغمي على انه حقيقة مطلقة فجأة بعد ما يقول بل الله فاعبد بالطريقة دي ينقل نقل غريبة اوي ويتباكى او يبكي على حال الذين لم يقدروا الله حق قدره انت لو سمعت بس ازاي نقل الشيخ عبد العظيم من القوة واليقين بل الله فاعبد للبكة وما قدر الله حق قدره والارض جميعا في قبضاتهم يوم القيامة لو سمعت النقلة دي تشوف بجد قد ايه الراجل بيبكي كأنه بيقولك دول مش عارفين يقدروا ربنا كأنه بيقول كده بالزبط نسمع كده اسمع كده واجرنا على الله اسمع وما قدر الله حق قدري والارض جميعا قبضته يوم القيامة الله في حلاوة بعد كده في تجسيد للمعنى بالحلاوة دي ده الشيخ عبد العظيم زاهر اللي أنجبته ريف مصر أرض مصر الطيبة اللي الجعر بيقولك قالولي خدي يا أخي كان خدك ربنا وريحنا منك ده واحد من اللي أنجبتهم أرض مصر الطيبة واحد من اللي عشقه القرآن الكريم خنوا نبدأ الحلقة بقى من اللي عشقه القضية الفلسطينية أيها الأحرار في كل مكان في الحياة نادر لما تقابل شخصيات بتلمع زي الشهاب كده وتأثر تأثير كبير في الدنيا في وقت قصير وبعدين ترحل بسرعة عن الدنيا بس بعد ما تكون ثابت بصمة وعلامة لا تمحى النهاردة أنا واحد من الشهب دول من النجوم دي الروائي والصحفي والسياسي والثائر الفلسطيني غثان كنفاني هو اللي ورايا ده هذا الشهاب اللي لمع فجأة في سماء الفلسطين وفي سماء الأمة العربية ثم غهب غثان كنفاني هو ابن التغريبة الفلسطينية اتولد في عكا سنة 1936 وعاش مع عائلته في يافا بلد البرتقاني اليفاوي الحل وحضر النجبة وشاف نفسه مع عائلته وهم بيفقدوا كل حياتهم بيتهم وفلسهم وأرضهم ووطنهم وبيسيبوا كل ده تحت القصف المدافع وتحت صوت الرصاص عشان ينجوا بحياتهم عشان تبدأ تغريبة تغريبة غسان من فلسطين إلى لبنان ومن لبنان إلى دمسخ في سوريا اللي كمل فيها دراسته الجمعية وعاش فترات شبابه الأولى وبدأ فيها أول ميوله السياسية لما تعرف على واحد اسمه جورج حبش وحركت القومين العرب وبعدين عاشت تغريبة مرة تلتة لما سافر إلى الكويت وأخيرا حطت الرحال به في بيروت مرة تانية اللي تجوز فيها وعاش فيها بقية حياته وشاهدت فيه قمة تقلقه سواء في الرواية أو في السياسة واللي انتهت باستشهاده غسان كنفاني بحر لا ينضب من المواهب والقدرات أسطورة في مجالات كتيرة جدا أشهرها الرواية والصحافة والسياسة خلنا نتعرف على أبرز إنجازات غسان كنفاني في كل مجال فيهم أولا غسان الروائي في القصة والرواية بيعتبر غسان هو رائد من رواد أدب المقاومة الفلسطينية الشاب اللي شاف بعينه ومحدش قال له شاب بعينه معاناة النجبة والتهجير لموعة من الرواقع تستلهم أو مستلهمة من تجربته الشخصية أعمال غسان تحاكي أو بتحكي عن معاناة الشعب الفلسطيني أشهرهم عائد إلى حيفا اللي جاست فيها لوموا للفلسطينيين على بعضهم اللي تركوا أرضهم رغم كل المدابح اللي تعرضوا ليها وحنينوا بالعودة مرة تانية لبلاده اسمها عائد إلى حيفا دي الرواية الأولى أو دي أشهرهم عنده رواية تانية أنا شخصيا بحبها جدا رجال في الشمس اللي بيعمل فيها إسقاط على الأنظمة العربية اللي خازروا الفلسطينيين مش بس الأنظمة العربية ده بيلوم كمان العرب المواطن العربي العربي العراق اللي كان عمالي يساوم الجماعة الفلسطيني عشان هم راحين الكويت الراجل تسوق فنتاص المياه اللي هيقربهم بيلوم فيها الفلسطيني اللي بيستستم للواقع الرواية باختصار بتصور مجموعة مجموعة من الفلسطينيين اللي بيهربوا أو عايزين يهربوا من العراق إلى الكويت عبر الصحرة في عز الحر في فنتاص مياه فاضي وفي الآخر بيموتوا وبيرميهم السواق في الزبالة وده بيمثل الأنظمة العربية وبيرمي جساسهم في الزبالة وعلى فكرة الرواية دي تعملت فيلم باسم المخدعون ودي أنا قابلت الأستاذ توفيه صالح كتير في المركز الثقافي الروسي وتحدثنا كثيرا عن الفيلم ده وعملت عنه عملت عنه تحليل على قناتي عن فيلم المخدعون أو رجال تحت الشمس زي ما هنشوف كده في الزبالة أهو غسان كنفاني رجال في الشمس دي الرواية اللي أخدها الأستاذ توفيه صالح في الستينات وعملها فيلم المخدعون هو ده اللي هو ده حضرات إخراج الأستاذ توفيه صالح اللي رواية تانية غير رواية رجال تحت الشمس أو رجال في الشمس اللي رواية أسمعها ما تبقى لكم اللي بتعتبر استكمال لرجال في الشمس واللي بتأسس للمقاومة الفلسطينية كطريق وحيد لإنهاء معاناة الفلسطين رواية اسمعها ما تبقى لك تقريبا أو ما تبقى لكم وتعامل الحقيقة أفلام وسائقية عن روايته عائد إلى حيفا ورجال تحت الشمس زي ما هنشوف كده ولو رواية تانية اسمعها أم سعد وهي عن قصة حقيقة من القصص اللي كان بيسمعها من الفلسطينيات في المقيمات وبتحكي عن التهجير والمقاومة وكانت شخصية أم سعد شخصية حقيقة زي ما بتقول السيدة زوجة غسان كنفاني وبالمناسبة زوجة غسان كنفاني كانت دنماركية جات لبيروت تعمل دراسة عن معاناة الفلسطينيين فقابلته ووقعت في حبه وتجوزته وفضلت معها لحد ما استشهد دي غلاف رواية أم سعد غسان كنفاني كمان مش بس اهتم بالرواية الطويلة والقصص القصيرة والمسرحيات ده تخيل انه اهتم بأدب الأطفال وكان شايف ان غرس وعي الطفل بالمقاومة والرجوع لفلسطين مهم لمستقبل قضية فاستغل مناسبة عائلية وهو كان عيد ميلاد بن تخطو لميس كان عندها 8 سنين وكانت أقرب لقلبه قوي وكتب لها قصة مصورة كتبها ورسمها بنفسه واسمها القنديل الصغير وأهداها لبنت تخطو لميس اللي هي دي خلي بالك من لميس قوي ركز معها قوي كده دي الرواية اللي هو كتبها ورسمها نرجع تاني من صورة لميس فحضن خالها غسان كنفاني أما غسان الصحفي ده مجال تاني بقى من مجالات إبداع الأسطورة غسان كنفاني وهي الصحافة اللي استغل فيها ألم عشان يكون لسان الحقيقة اللي بتنتقد الوضع العربي وخزلان الأنظمة الفلسطينية الهجوم ده على القيادات العربية وعلى القيادة الفلسطينية كان سبب في إدخاله السجن بسبب انتقاده مواقف الحكام العرب اهتم غسان كمان باحتضان المواهب الشابة وفتح لهم المجال وكان أهمهم العبقاري رسام الكريكاتير الأشهر ناجي العلي اشتعر غسان كنفاني بتحريده على المقاطعة ولو مقال شهير بيكلم فيه عن مقاطعة كوكاكولا كرمز من رموز مقاومة فلسطين أو الفلسطينيين زي ما شفنا أو هنشوف في المقال ده ده مقال بيحرط فيه على مقاطعة منتج الكوكاكولا أما غسان السياسي الثائر فده مجال تالت بقى من مجالات إبداعه فهو انتماؤه السياسي بدأ في دمشق لما انضم للقومين العرب وصولا لمشاركته في تأسيس الجبهة الشعبية وتوليت منصب المتحدث باسم الجبهة الشعبية واللي تكونت بعد ناكسة سبع وستين كرد فعل شعبي على رفض الهزيمة والانكسار كان غسان كنفاني على الرغم من عدم انضباطه التنظيمي لأنه فنان لكن كان هو المنظر والقائد الحقيقي للجبهة زي ما بيقوله معاصرية وكان الثائر الذي لم يحمل بندقية ولكن قلمه أشد فتك من الرصاص الجملة دي تقريبا قالتها عليه مراته لو انبهرت بغسان كنفاني بعد كل انها حكيهولك دي حكيتهولك ده فأكيد انت نفسك نفسك تسمع الشخصية دي وهي بتتكلم وساعتها صدقني لما هتسمعه هيزيد انبهارك بيه أضعاف مضعف شوف كده وهو بيرد على صحفي بيكلمه بيقوله انت لو بتقومه أصلا وانت شوية ضعاف قوي فيرد عليه بعد قرية وقوله ان تاريخ العالم هو طريق ضعفاء يقاتلون عن قضية عادلة وصادق قوياء بيستغلوا قوتهم لنهب حقوق الضعفاء ولما سألوا الصحفي طب مش شايف انه كنتم عملتوش أي إنجاز فيقوله ان إنجازنا الحقيقة الحقيقي اننا نوري العالم اننا شعب شجاع بيدافع عن حريته ولما يحاول المحاور يغضو اللعبة السلام مع الإسرائيليين فيقوله أصدق الاستسلام وان أي حوار من النوع ده هو حوار بين السيف والرقبة ولما الصحفي يقوله مش الحوار أحسن من الموت فيرد بعد قرية يقوله بالنسبة للفلسطينيين الكرامة والحرية وحوش عبنة زيها زي الحياة بالظلط ونيجي بقى للمحطة الأخيرة شخصية بالعبقرية دي وبالروح دي كان لازم إسرائيل وأجهزة المقابرات العربية تستشعر خطورته خطورته على وجودها لأنه الأجندة الإسرائيلية هي متوافقة جدا مع الأجندة بتاع الحكام العرب أوعت بأسازج وتحس إن فيه اختلاف بينهم دول ناس كده أرايب بيتخصموا مع بعض يعني أنا بتكلم عن الحكام العرب وإسرائيل ما اختلفتش كتير الأجندة سواء الحكام في بيروت أو في سوريا أو في مصر هي نفس الأجندة بتاعت إسرائيل حتى في السعودية وفي الإمارات فحسوا بخطورته قوي خطورته على وجودهم فتقوم في سنة 72 تنفذ عملية اغتيال لغسان كنفاني في بيروت عملية واقحة حقيرة جدا عن طريق تفخيخ عربيته عشان تنفجر العربية في شوارع بيروت ويموت غسان كنفاني وهو معاه بنته اخته فكر اللي كانت في الصورة لميس اللي كتب لها قصصة الأطفال اللي أنا حكيت لك عليها من شوية اللي كان عندها 8 سنين فكر دي دي كانت معاه في العربية وكانت شركته في حلم العودة لفلسطين وحلم الشهادة انتهت حياة غسان بعملية واقحة جرت على أرض عربية أنا متأكد إن فيه أنظمة كتيرة جدا زي بالزبط ناجي العلي مين اللي تخلص من ناجي العلي تفتكر الإسرائيليين تبقى سازج لو أنت فاهم إن اللي قتل ناجي العلي إسرائيليين تبقى سازج تبقى مغم عليك يبقى روح تقصه الشك بشفتنا وتعالى اللي بيقتل الناس دي مش الأنظمة مش الإسرائيل اللي بيتخلص من الناس دي الأنظمة العربية لأنه مؤرف مؤلق مزعج ودي عنوان في جريدة مقتل غسان كان فاني كده جريدة الحياة اللندنية أيام ما كانت بقى الحياة اللندنية كويسة دلوقتي بزت خالص البطل اللي رغم حياته القسيرة إنما كان زي النجوم في حياة القضية الفلسطينية وفضلت صورته يرسمها الفلسطينيين جيل بعد جيل على الجدران عشان تفكرهم بأن طريق العودة إلى يافا إلى حايفا طريق طويل وكل الأراضي اللي تسرقت الطريق ليها طويل جدا فترسمت صورة الجنازة دي على المخيمات وصورته هو كمان تسقط الأكساد وتبقى الفكرة رحم الله الشيخ عبد العظيم زاهر اللي أسعدني النهاردة أيام إسعاد اللي وقفني قدام آيات القرآن الكريم وأنا مزهول من التصوير النغم الرائع وهو بيقول أو بياتله قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره رحم الله غسان كان فاني وكل شهداء القضية الفلسطينية اللي ضحوا من أجل حريتهم وكرمتهم وعودت أرضهم المسلوبة رحم الله كل من أزدى لهذه القضية أي شيء ولو حتى بجزء من ماله فوق في الآخر بطل ويبقى الرعاع والجعر خلنا نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف غلطة تاريخية أو غلطتين عند الأخ عبد الرحيم كمال في الحشاشين بهذا الفاصل نعلم بكم قبل ما نبدأ بس كده نصلي على النبي الزين وكل من اللون نبي يصلي عليه لأن أنا مبارح قدتني خطايا أن أنا أطلطع قدام حلقة من مسلسل الحشاشين والحقيقة أنا لا شفت دراما ولا شفت تاريخ ولا شفت حتى إبهار خالص أي حد يقولك إن في إبهار يبقى ده شخص فقير ما شفش أي حد يقولك إن في دراما يبقى شخص لا يعلم ماذا تعني كلمة دراما أي حد يقولك إن حلقة مبارح اللي أنا شفتها دي فيها تمثيل يبقى ما يعرفش عنه تمثيل وما لهش علاقة بالتمثيل ببساطة يعني إنما ما علينا مش مشكلة أنا عدت قدام حلقة ما عرفش قد إيه عشان أشوف أي حاجة من شغل عبد الرحيم كمال افتكرت افتكرت آية في الإنجيل بحبها قوي قوي بتقول ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه آية عظيمة في الإنجيل عبد الرحيم ده رجل إحنا بنعتبره ملحد ومهرتق إنما كان عبقري وكان عالم دي أول حاجة كده سيبك من قصة دي وأنا مؤكد لا تأخذوا التاريخ من الأعمال التاريخية وإن كان بعض الناس بتقدم تاريخ محترم مضبوط زي الجماعة السوريين إخواننا السوريين على فكرة شطار جدا في الدراما التاريخية أنا من حوالي 20 سنة يمكن كنت سعيد بفئ بمسلسل عن الحجاج بن يوسف كانوا عاملين السوريين كان أبدع ما يكون تمثيل وملابس إحصنة حتى الإحصنة كانت شكلها حلم إنما جايبين لي بيتر ميمي وعبد الرحيم كمال وكريم عبد العزيز يعملوا حاجة عن شخصية مهمة في التاريخ البشري معلين مش مشكلة أول حاجة شفت في حلقة البارح إن الأخ حسن الصباح بتاعهم نزل مصر وهو نزل مصر ونزل ما قالكش نزل مصر يعمل إيه هو قالك أنا رايح على مصر أنا رايح على مصر والله لا أقطع تذكرة ونزل مصر طب يا عم رايح صلى على النبس رايح مصر تعمل إيه فقالك إنه نزل مصر وهو ماشي بقى في مجاعة بقى والناس بتاكل في بعض وبالخططي في فوق اللي هي الشدة المستنصرية بما لا يدع مجال للشك دي خطأ تاريخي الغريب أن أنا شفت التتر في دكتور في جامعة عين شمس أستاذ دكتور مراجع تاريخي وفي اتنين وراء وراء منه تحت منه كده في التتر واحدة القسم الثقافي بجريدة الوفد مراجعة تاريخية والتانية برضو القسم الثقافي بجريدة مولطفي حال كده يعني وعلى رأسهم أستاذ دكتور ألف دال وهذا خطأ تاريخي إزاي الأستاذ ده الدكتور بتاع التاريخ ده ما يعرفش أنه حسن الصباح ما كانش له علاقة لما نزل مصر بالشدة المستنصرية ليه بقى لأنه الشدة المستنصرية اللي حدثت في مصر نتيجة انحصار النيل في قولين فيها قوله بيقول أنها حصلت 457 هجريا اللي هو 1056 1065 أو 464 هجريا اللي هي 1071 دول التاريخين بتاع الشدة المستنصرية اللي هتلاقيهم في كل الكتب طيب الأخ بقى حتى أنه الأخ حسن الصباح نزل مصر بعد التواريخ دي بكتير يعني هو وصل مصر في رواية بتقول أنه نوصل مصر سنة 1078 يعني بعد الشدة ما خلصت خلصت خالص في رواية تانية بتقول أنه في جامع التواريخ بتقول أنه نزل مصر سنة 475 هجريا ابن الأثير نفسه في كتاب الكامل بيقول أنه الصباح وصل مصر سنة 479 هجريا يعني بعد الشدة المستنصر خلصت وهو في المسلسل عايز يقابل المستنصر فالوزير بدر الدين الجمالي بيمنعه مع أنه الحقيقة ابن الأثير بيقول أن الصباح قابل المستنصر أكتر من مرة وسأله من أمامي بعدك فقال له نزار اللي هو ابنه طيب المستنصر في كتاب اتعامل عن زي ذكرات أو مذكرات حسن الصباح ودي الحقيقة موجودة في كتابين وكتابين مهمين جدا ونشروا الكتابين دار مركز الترجمة نشر واحد فيهم والكتاب ده بيسمى تاريخ قاهر العالم كتاب اسمه كده وده كتبوا مفترض واحد من اللي كانوا بيكتبوا سيرة التطار وبيقول أنه هو دخله قلعة الموت وأخدوا الوسائق اللي فيها كام من ضمنها مذكرات أملاها حسن الصباح بذات نفسه على أحد الكتاب فبيقول الرجل ده بيقول أنه في الكتاب ده بيقول المستنصر كان متابعني يعني وامتدحني غير عبر أكتر من مرة وساءت علاقتي بأمير الجيوش فقد كنت أدعو لنظار وهو يريد المستعلي لأن المستعلي كان زوج أخته أخت الأفضل ابن بدر الجمالي ده من كتاب تاريخ قاهر العالم في صفحة 172 وزي ما قلت لحضراتكم تاريخ قاهر العالم هو بيعتبر المذكرات جزء منه الشخصية اللي أملاها حسن الصباح دي أول نقطة إذن حسن الصباح ما نزلش مصر أثناء الشدة المستنصرية نهاية حلقة مبارح كلها حسن الصباح ماشي في مصر والناس بتاكل في بعض وفي مجاعة والناس بيشتقي أكل والدنيا خربانة كل الحلقة طول الحلقة كده لحد ما قدست وتاريخيا ما حصلش ده النقطة التانية على فكرة النقطة دي الأولى دي أنه منزلش ساعة الشدة المستنصرية ناس كتير أخذتها ناس كتير شفتها ناس كتير ألحظتها يعني النقطة التانية اللي أنا خدت بالي منها بقى هي نقطة أنه عمر الخيام الشعر الكبير بتاع أطفق لازل قلب بشهد الرضاب فإنما الأيام مثل السحاب وحسن الصباح ونظام الملك اللي هو بقى وزير كبير قوي التلاتة بقى مصحاب كانوا بيتعلموا مع بعض على يد واحد اسمه النيسة بوري وهم عيال صغيرة وكبروا مع بعض وتعاهدوا أن أي واحد فينا يا جماعة يتولى حكم أو منصب ياخد بإيدي الاثنين التانية نقرأ الفتحة على الكلام ده نقرأ الفتحة على الكلام ده وأروا الفتحة التلاتة عمر الخيام الشعر العظيم الكبير قوي حسن الصباح ونظام الملك أم واحد في التلاتة ربنا فتح عليه اللي هو نظام الملك فبقى وزير كبير فجولوا صحابه بقى بعد ما كبروا قالوا لهم معلم احنا قريم فتحة مع بعض أنت بقى ربنا ادالك خدنا بقى فنظام الملك قال لهم طيب أنا بقى إيه رأيكم كل واحد فيكم يملك ولاية ياخد إمارة عمر الخيام قال له لا إمارة مين أنا عايز أخد الجرشنات وأنتخ وحريم وجو ومخدرات ويديني عشان أكتب شعر فأنا ما يتلزمنيش الإمارة دي الرواب تقول كده أما بقى حسن الصباح قال له لا أنا مش عايز إمارة قال له ما عايز إيه قال له توظفني جوه القصر بتاع السلطان ملك ملك شاه أو ملك شاه وتخدني كده عنده أخد منصر كبير الرواية دي جابها الأخ عبد الرحيم كمال طيب الله وطرع مبارح في حلقة مبارح فتح عبد الوهاب وكريم عبد العزيز ونطع جايبينه يعمل دور عمر الخيام هذه الرواية حضرات لا أساسة لها من الصحة خالص ولا تلزم ودي تحكيها لابنك يطلع ويقولك أنت كذاب يا بابا الله إيه دليلك على كده يا سلام دليل على كده اسمه رئيس جامعة القاهرة يا أولاد اسمه إيه يا بيبو رئيس جامعة القاهرة اسمه إيه بيبو اسمه دخلش الجامعة يا عيني خدش هادة فقر وخلص من الجامعة اسمه إيه رئيس جامعة القاهرة اسمه الخشت الخشت ده أصدر كتاب سنة 1988 عن طائفة الحشاشين في الكتاب ده الدكتور عثمان الخشت بنفسه أورد هذه القصة وشكك فيها وقال القصة دي بتلزمش تب ليه دكتور في صفحة 54 في كتاب الدكتور عثمان الخشت وهو حين يرزق وعليه قضية مفروضة تحبس أي والله إزاي بقول لك كده في صفحة 54 في كتاب عن طائفة الحشاشين أصدر الدكتور أودا أيوة كده أسرار البطنية والفرق الخفية حركة الحشاشين ادخل بقى يا والله يا بيبو وانت داخل بعد ما تعد الحمام وريع على المطبح صفحة 54 بيقول بقى النص الدكتور الخشت أن هذه الرواية مشكوك فيها ليه دكتور في حاجة دكتور في حد دائق في الرواية دي قال لك أول حاجة الصباح اتولد سنة 428 هجريا بينما نظام الملك اتولد سنة 408 الفرق بينهم 20 سنة فكيف يتأتى أن الاثنين يبقوا مع بعض في نفس المدرسة أو عند الشيخ ده ده فرق بينهم 20 سنة يبقى ازاي الاثنين اتعلموا على يد شيخ واحد ازاي الاثنين كانوا يروح مع بعض الكتاب الشيخ ده ويعودوا قداموا كده أقول يا سيدنا واحدة ولد 428 هجريا واحدة ولد 448 فرق بينهم 20 سنة يعني منفعش بأصحاب منفعش بخريجين مدرسة واحدة ده اللي قالوا الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت في كتابه يا عبد الرحيم يا كمال يا خي طب هتكتب دراما ارجع المصادر موجودة صلاحة يعني يعني يا سلام يا سلام عليك يا بيبو لما تبدع صفحة كم دي يا بيبو؟ 54 بتقولوا ايه أولاد 54 فوقاية بيقول صداقة الحسن حسن الصباح في طفولة العمر الخيام ونظام المرك وبيحكي القصة انهم يتعلموا سوا على يد واحد اسمه الموفق لدين الله النيسابوري في مدينة نيسابور وقال بقى القصة اللي أنا ايه اطلع 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 بقى صفحة 55 اطلع وقال له لأ وبتاع بيقولك بقى بس اسمع ارجع ارجع تاني قبل الصفحة قبل صفحة 54 انزل تاني بقى هو بيقول بلدنص كده فبنال كمان وعند اخضاع هذه القصة للتحليل التاريخي نجي الدلائل كثيرة على بطلالها فمن الممتنع ان يكون الحسن صديق دراسة لنظام الملك حيث ان مولد الحسن على الارجح سنة 428 هجرية ونظام الملك سنة 428 ففرق العشرين سنة بينهم يجعل من غير المحتمل ان يكون احدهما زميل دراسة الاخر انا مجدش حاجة من عندي عبدالرحيمة كمال انتو جايبين دكتور قالك استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة ام تيرتر والله العظيم انا مستغرب والمراجع موجود انا مش تخص التاريخ انا لا بفهم في التاريخ ولا بعرفه بس انا من اشاي التاريخ ماشي سنة بس ووفاة الحسن ما دينا عمرهم متقرد ده الحسن والتانية خلاص الحاجة التانية الحقيقة انه انه هو بيقول الدكتور برضو عثمان الخشت انه ازاي اتعلم حسن الصباح في نايسابور وهو اصلا من موليد الرأي اللي هي برضو اقليم تاني خالص ازاي تولد في الرأي واقام فيها وكان شيعي من طفولته لان ابوه كان من الطائفة ابو حسن الصباح كان من الطائفة الاثنى عشرية بحد من حسن الصباح قام قابل واحد من الجماعة التانيين فقعد اقنعه بافكار جديدة شككه في عقدته كلها فاخد هو بقى الطريق بتاعه اللي بيش فيه الاخر وغرفة ستين دا يتقضو وتقضو اللي وراه فهو ازاي اتولد في الرأي وتعلم في نايسابور ده مش كلامي عبد الرحيم يا كمال ده كلام الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت دول الغلططين اللي انا لقيتهم في حلقة البارح وقد ضيعت وقت كتير جدا قدام حلقة لا فيها دراما ولا تمثيل والله ولا ابهار ولا اي حاجة في الدنيا ولا اي حاجة وحلقة مملة ملل الفيل يعني عارف انت حيوان الكوالا اللي هو بيقعد يعمل حركة عشان يجيب ايده من هنا لحد شعره فيها فيها لا فيها وقت كتير قاوي ممكن نص خدمتك في الحكومة بيعمل كده زي حلقة شبه حيوان الكوالا بالزبط الحاجات ماشية تقطع النفس والاكسجين يقل فخلنا نبدأ الحلقة بتاعتنا احسن من كده انا كنت الاسبوع اللي فات في القعدة دي كلمتكم عن القافلة الشعبية المكونة من مجموعة الشخصيات العامة من نوعية الناس اللي في مصر عندها دم حاكم مصر فيها ناس عندها دم وناس ما عندهاش تسألش يعني هتسأل ليه فالناس اللي عندهم دم اطلقوا مبادرة شعبية لإدخال المساعدات الى غزة وطلعت الخارجية قالت لهم الخميس ده لا الخميس اللي بعده لا الخميس وهكذا وانا قلت انا ساعتها ان الخارجية بيطماطل وقلت ان الهدف من المماطل دي مفيش اي هدف من المماطلة دي اذا كان الناس قالوا لكم هندخل على مسؤوليتنا الشخصية افكرك بحلقة سبعة مارس اسبوع على النداء اللي اطلقته الدكتورة مونا مينة يعني بالنيابة عن مجموعة من الشخصيات وقال لهم يا جماعة احنا على مسؤوليتنا من ثمان تيام تيجي وزاعة الخارجية النهاردة تقول لهم ايه بقى الاسبوع الجاي يعني كده خمستاشر يوم اه الخارجية المسؤولية تحدد الخميس المقبل موعد مش انهم يخشوا لا للقاء الوافد ده بقى يقابلوا الدكتورة مونا مينة والمتين شخصية ويقولوا لهم بقى ايه بقى انتوا عايزين تدخلوا ايه ما تشربوا حاجة شربتوا حاجة لا احنا في رمضان صايمين الدكتورة مينة مينة مسحية ممكن تشرب لا مش باشرب عشان زميل المسلمين اوكي طب انتوا عايزين ايه بقى حد فيكو عايز يصلي الدور حد متوضي احنا نصلي الدور وكلنا مع بعض حنا في رمضان ونخش بقى في حواديث وسكك تم الجماعة بقى لهم تمن تيام بيقولوا لكم عايزين يدخل احنا مستعدين احنا الروح انتوا محرجين من الاتفاة الدولية احنا الروح بنفسنا نرميهم بقى اسبوع كمان الخميس المقبل وبالفعل حصل اللي انا حذرت منه ان الخارجية لاغت الاجتماع مع بتوق الحاملة دي تخيل يعني اجلوها من خميس لخميس جات الخميس ده وقالت لك لا لاجل غير مسمى الخارجية ترجي لقاءها بأعضاء ترجي لقاءها بأعضاء الحاملة الشعبية لادخال المساعدات الى غزة الفكرة الفكرة حضرات ان الدكتورة مونا ميناء كانت بتحكي اللي حصل وكتبت بوست بيان بخصوص تأجيل موعد اللقاء مع الخارجية بشأن تأمين قوافل اغاثة غزة بشخصيات مصرية وعربية هي بتقولي بقى هات بقى البيان كده بعد اذنك بيان بخصوص تأجيل موعد اللقاء مع الخارجية بشأن تأمين قوافل اغاثة غزة بشخصيات مصرية وعربية طالبنا عدد كبير من المواقعين على الخطاب الموجه الى وزير الخارجية بالإفادة عما تم في الأمر وهذا حقهم وهو واجب على المجموعة التي سلمت الخطاب نيابة عنهم نفيدكم أنهم وردت مساء أمس رسالة من مسؤولة التواصل بالخارجية بشأن تنصيق مطلبنا بمقابلة مسؤولين بالوزارة ممثلين للمواقعين على الخطاب الموجه الوزير الخارجية الاتخاذ اللازم نحو تيسير سفرنا الى رفح لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية والدخول معها من معبر رفح وتأمينها وذلك على مسؤوليتنا الشخصية وإيصالها لشعبنا في غزة وقد تضمنت الرسالة الاعتذار لأن السفير كلف بالسفر حالا وإنه للأسف سيتم تأجيل اللقاء لحين عودته وهذا أمر خارج عن إرادتهم لم تتضمن الرسالة موعدا بديلا للمقابلة وقد سبق أن طلبنا موعدا لدخولنا مع القوافل واقترحنا يوم 8 مارس الحالي قبل بداية شهر رمضان إلا أن الخارجية لم ترد علينا إلا قبيل الموعد المذكور بتحديد الموعد الخميس 14 مارس موعدا لمقابلة سعادة السفير مسؤول ملف فلسطين ثم عادت الوزارة فقدمت الموعد للثلاثاء 12 مارس ثم وردتنا أمس الاثنين الرسالة الأخيرة بسفر المسؤول وتأجيل اللقاء دون تحديد موعد بديل ومع تقديرنا الكامل لطبيعة التعامل الوزارة الخارجية مع الأمور الحادة والعاجلة وتقديرنا للظروف الطارئة التي قد تتسبب في تأجيل المقابلة المنشودة مع سعادة السفير المسؤول عن الشأن الفلسطيني فإننا نعلم أن وزارة الخارجية فيها عدد كبير من السادة المسؤولين الذين على دراية تامة بالقضية الفلسطينية إذ أنها تعتبر لدى الجميع قضية مصيرية وأن الأزمة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة تجاوزت كل حد وأن هناك حربا إسرائيلية ليست فقط بالرصاص والقنابل والسواريخ وإنما أيضا بقتل الفلسطينيين جوعا أو عطشا ومرضا وبافتقادهم أبسط الإحتياجات الطبية الضرورية للجرحة والمصابين لذا نرجو بزل الجهد الأمثل لتحقيق مطلبنا واتخاذ التدابير الإحتياطية اللازمة لإنجاح مهمتنا في أسرع وقت نظرا لزيادة وطأة معاناة شعب غزة بجميع طوائفه في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي المتوحش الذي لم يزل يرتكب أفزع جرائم الحرب غير المسبوقة مع تأييدنا التام للصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية لجنة فتح المعبر وفد لقاء وزارة الخارجية تابعي المشكلة أن الحمل يزيد خل وتدخل المساعدات ولا أنت بقى مش عايش تدخل المساعدات تابخاف ربنا ده أنت لسه طالعي أسبوع اللي فاتت تقول دو شوات أيام قاعدين فيهم على الدنيا ولعبت يدور خلتك العرجة وعملت يقول لي إيش وقت أيام يجعر تب ما تدخل الناس دي يمكن يكون خايف عليهم لا يموتهم الصديقة مات كبيرة دكتور مونا مينة دكتور عظيمة فهو خايف مثلا تتخبط رصاصة والنبي ليش خش في عبي أنت تخاف على مصري أنت تخاف تتحرق تخاف يتعور واحد فيهم بشكل الجعر أو أنت شكل الجعر عادي طب ما عادي طب ما بجملتها قالوا اللعور العامة وحش أنصر الخبر عندي طب ما أنت جعر ما عادي هتطلع جعر يعني لو وحد فيهم تصاب لقدر الله طب ما الشعب كله عارف نجعر ده أنت جعر ده حتى قريبك عارفين نجعر هتعمل نفسك خايف عليهم يعني خايف تدخلهم الله العظيم أنت ما شفت زيك أنا ما شفت اشترح وتنح زيك وما عندكش دم البعيد بقول خاف من ربنا طب ساعد الأطفال اللي بتموت من جوع من سوق التغذية اللي ارتفع عددهم النهار ده فقدنا 27 طفل بسبب سوق التغذية وعدم توفر الحليب ده كلام ده المفاوض العام للإنروا عدد ضحايا من الأطفال في غزة خلال أربع أشهر أعلى ممن قضوا خلال أربع سنين في كل حروب العالم تخيل تخيل عدد الأطفال اللي ماتوا في غزة من في الأربع الشهر اللي فاتوا قد الأطفال اللي ماتوا في أربع سنين في كل حروب الدنيا ويطلع علي كفتة أنا مستغرب والله العظيم يطلع علي جمع يقول لك اللي بيقول لك ما تشوف دراما ضعبط مشال تيت طب هو حد يجيله نفس طب وانت ازاي يعني ممكن تشوف دراما وتقعد تنبسط كده وتتشعلق بالبنت دي والوات ده وانت عملت اسمع الأخبار دي وعلي جمع يطلع يبرر يقول لك لازم تشوف دراما يا راجل عايز تعرف ما ده الجوع اللي فيه الأطفال في غزة تعال شوف فرحة أطفال بكيس أندومي خدوه من الجنود المواصين على الحدود شوف مرحبا يا حلوين لجينا على الحدود انت لقدتونا عندهم ما قدتوك عندهم يا راجل أكلتوهم انتو من وين هذي الفتحة هذي شدوك هذي شوكولاتة وهذي سنيكر سنيكر هذي عصير ومشان عندهم انت عندهم وطلع لي فرحانين اوه انا وانا بلعني سنيكر بقوله بنحب مصر يلا بنحبك مصر بنحب مصر بنحب مصر كتير والله العظيم واللي ادعي لهم جندي عنده دم ربنا يسطر على الجنود دول ما يتعقبوش عشان قرروا يساعدوا الاطفال في غزة بأي حاجة زي ما أمين شرطة الاسكندرية تعاقب عشان رفع عالم فلسطين ومخفي قصريا وفجأة ظهر في نيابة امن الدولة وتم حبسه 15 يوم وده اللي وسقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اهو بعد اختفاء قصري ده مع أكتر من أسبوعين نيابة أمن الدولة تأمر بحبس أمين شرطة عبدالجواد السلهمي لدعم فلسطين واتهام السياسي بالعمالة هو غلطان أنا عبدالجواد ده غلطان اسمه عبدالجواد اسمه عبدالجواد وسقت ظهور أمين الشرطة عبدالجواد محمد عبدالجواد أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس ولا اللي تقررت حبسه 15 يوم على زمة التاع انت غلطان هو من كم حمالة تقريبا محافظة البحيرة أمين شرطة بوزارة الدخلية اعتقل أمام مئات المرة يوم الجمعة ومئات المرة كانوا رايحين يتبهدلوا قدام فتحال عشان كيس سكر يومها مئات المرة دول كانوا ماشيين مدروخين خايفين يقربوا من عبدالجواد والله بعدما اعتلى لوحة الإعلانات ورفع عالم فلسطين وتم اعتقاله بعربية اسمه إيدا وينش بتاع مطافي أمام مئات المرة كان ليه واحد صاحبي ربنا اديه الصحة كان يقول أخشى أن أموت تحت عنوان تصادف مروره والله كنت أقوله يعني 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 عارف الناس اللي بتيجي في الحواجز كده يقولك سقط شباك تكييف من إحدى العمارات في السيدة زينب وأدى إلى وفاة شخص تصادف مروره أو مثلا وحدث انفجار إرهابي في منطقة أدى إلى وفاة خمستاشر شخص تصادف مرورهم أنا بقى المصطلح الجديد مئات المرة قالك تم القبض على عبد الجواد أمام مئات المرة مئات المرة دول أرقام والله كانوا مستعجلين من محط الرم عايزين يلحاوا القطر بتاع بوئير اللي تشال عشان يروحوا فتح الله يدعكوا ويتشتموا ويتبهدلوا عشان كي السك إنما أرجع أقولك عبد الجواد غلطا لأن عبد الجواد اتهم السيسي بالعمالة والخيانة عمالة المين يا عبد الجواد لإسرائيل ده إسرائيلي هل معقول نتهم نتنياهو بإنه عميل إسرائيل مش معقول مش منطقي السيسي إسرائيلي ما ينفعش تتهمه بالعمالة ده الإبن المدلل لإسرائيل تقوله عميل أنت برضو غلطان يا أخي أنت بتشكك في وطنيته لإسرائيل بتشكك في إخلاصه لإسرائيل تقول عليه عميل لإسرائيل ده إسرائيلي ده غير الشباب بقى اللي ما عملوش حاجة غير أنهم نزلوا مزارة سلمية واتضمنوا مع جزة فك المزارة دي للمرة سادسة مية خمسة ستة وخمسين شاب للمرة سادسة تخيأ سادس مرة أحد يقول لي عندنا نيابة في مصر نيابة مين دي نيبة يا دي نيابة مين وكيل النيابة اللي بيمضي على تجديد حبس الشباب دول ما يطلع محترم ويقول لا مش همضي عليهم إنما هيخسر الوظيفة وبعدين ده هو مساعد نيابة ولا بتاع راح خطب بنت بارم ديله وأم أم العروسة بقى شافته وكيل نيابة ما لا تقول القاضي رايح جاي سيادة القاضي جايلنا النهاردة يخسر كل الليلة دي عشان يرضي ربنا 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 كريم وعفو غفور احنا في رمضان واحد يسألني السيسي بيعمل كل ده ليه وبيحاصر غزة ويقمع المصريين عشان ما يتضمنوش معهم اللي جاي بقى عزيزي المشاهد عشان هو اسرائيلي لأنه هو بيتقادى مرتبه من اسرائيل هياخد تمانية مليار دولار من الاتحاد الاوروبي عرفت؟ مش بيقل خمسة وربين الف جنيه تمانية مليار دولار او الاتحاد الاوروبي يعد حزمة مساعدات بتمانية مليار دولار لمصر يا بيت السيسي اسرائيلي يا حضرات السيسي اسرائيلي خلانوا نروح لللي بعده انا بص واحدة واحدة كده عشان ايه في الوقت اللي اطفال غزة فيه بتموت من الجوع حرفيا والسيسي بيشدد حصار عليهم وبيقبض التمن بتيجي الواحد اسئلة كتير جدا زي هل صحيح الازمة تخص غزة بس انت انت بتسأل نفسك يعني هي الازمة دي بتاعت غزة بس واللي هي اكبر من كده لما تدق تكتشف ان ازمة غزة انا هقول كلام قد حاسب عليه بس انا لازم اقوله غزة في الجغرافيا هي منطقة في فلسطين مجورة المصر لكن غزة في المعنى في كل حتة في العالم العربي احنا عندنا غزة في كل اخلاقنا اللي بوزط عندنا غزة في فهمنا للدين المعوج عندنا ازمة غزة في تامر حسني اللي بيعمل اعلان شبسي بدون خجل والطلع يقولك السنة ماضية معهم العادي من سنتين عندنا غزة في محمد صلاح اللي بيعمل اعلان بيبسي بدون كسوف ولا خجل عندنا غزة في بيوم فؤاد اللي بيعمل مصرحية وبيهاجم زميله عشان زميله اعتذر احتراما للدم اللي في غزة عندنا غزة في تركي قال شيخ اللي بيكمل سفه ومصاريف السعوديين على حفلات ومعالي السطع الآخر عشان يدوشنا عن ان احنا نسمع اصوات اطفال غزة اللي بيموتهم الجوع عندنا غزة في عبد الرحيم كمال وامثاله من اللي بيعمل مسلسل يشوهه ويتلعبه بالتاريخ عشان ينفذ رغبات عندنا ازمة غزة فين احنا او الله فين احنا عندنا ازمة غزة في الجار اللي بيأكل وجار وجعان دي غزة ومش بيسعل عنه حتى هيكل ازاي عندنا ازمة غزة في الناس اللي بتصور الموائد وتشير وينزروا الحاجات دي بدون ما يكون عندهم احساس عندنا ازمة غزة اللي عرّت نفقنا وتديوننا الغلط اللي فضح التدهور اخلاقنا اللي كشف تفاهمينا الناقص للدين غزة امتحان دينا دينا كلنا وانا على رأس الناس انا من الناس دي غزة هي قبل ما تبقى في الجغرافيا منطقة ملتعبة فهي موجودة في كل حتة في الوطن العربي انا هسألك سؤال ببساطة انت فكرت تسأل على واحد عايشة واحدة تقوله وبياكل ازاي فكرت تسأل على ارملة انت عارف انها ارملة انت انت فكرت تسأل عليها انت فكرت تسأل على واحد فقيد تقوله وبياكل ازاي انت فكرت تعمل اي حاجة اي حاجة ترفع بها المعاناة عن اي حد بيعاني ان شاء الله بالكلمة ما دي غزة هي غزة عبارة عن ايه في المجمل ناس بتاكل وناس عايشة في خيم مش لقية تاكل بيتموت من جوة يعني هنا ناس بتاكل ناس عايشة وهنا ناس ميتة من الجوة واحنا ما بنسألش بنتفرج على الدراما ومش فاضين عايزين بقى ان تابعت مسلسلات كذا وتابعت كذا ما دي غزة انا ما احترمتش في حياتي الا شخصيات معدودة عمر الشريف انا بحترم هذا الرجل احترام كبير تخيل انا بحب عمر الشريف جدا لحال الوقت والشيخ حازم صلاحة باسماعيل بس هو كده هي كده او الله ما يلتقوش طلعمرهم انها معنا الشخص اللي عنده فكر بحترمه ايا كانت ديانته وايا كان اي حاجة بيعملها ان شاء الله يكون سمعان الخراز عارف سمعان الخراز ده راهب مسيحي تاريخ طويل انا بقى الشيخ حازم صلاحة باسماعيل ده شفت له فيديو من كام يوم كده كشف فيه ازاي احنا بنتحك على روحنا بالدعاء لغزة فالرجل طلع قال بلاش تدعو لغزة ليه يا شيخ حازم اسمع كده الشيخ حازم قال ليه انا بقولكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أو كذا وأعتبر نفسي قمت بما أصمش الواجب الكامل وقمت باللقضة عليهم وقمت يا ناس ليس أمامكم إلا الدعاء كذبوا غير صحيح لأن الدعاء قدره في الإسلام إنه ادعو زي من تعايزين لأنه ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أي تمنعوه من السفاهة من الفهم اللهم لا تآخذنا بما فعل السفاهة منا لأ هيأخذكم حتى وإن دعونا حتى يقول لي الشيخ حزم الشيخ حزم بيدفع تمن الكلام ده في السجن الشيخ حزم بيدفع تمن الكلام ده أنا مع الكلام ده جدا جدا كلام صحيح جدا لأنه بزمتك ودينك البنت الأمريكية اللي بتبكي على غزة شفتوها شفتو شفتو أمريكان من أديان أخرى ومن أجناس أخرى بيبكوا دموع على أطفال غزة بزمتكو دي مش جزمتها برقبة وعمة الشيخ علي الشيخ علي اللي قاعد يهاجم اللي بتفرج على الدراما في رمضان وطلع يقول لك ضعبة مشالتت علي جمعة من يدعو لمقاطعة الدراما والبرامج في رمضان ضعبة مشالتت دعونا نعزف قيصارتنا ولا نلتفت لكل من يحاول تعطيل رسالتنا مش عالي فالجينات المصرية دائما مبدعة ومصر قرة العالم وسيدنا نوح أطلق على مصر أم الدنيا أم البلاد وإحنا سمناها روح استحمي يا شيخ علي روح خليها تسخن لك صفحة مية وتستحمي وتلايغ لك ظهرك بالمرة الشيخ علي ده بتاع إذا رأيت واحدة دخل على الشيخ بتاعك في خلوة ستخلهم مية والله العظيم قال كده الشيخ علي شيخ علي أويكا علي جمعة طالع يقول لك اتفرج على الدراما ويسيبك من الكلم العكس ده وأطفال غزة بتنوت طالع يقول لك اتفرج على الدراما وجيرانك بيأكل ورق الشجر وعلف الحيوانات من الجوع علي جمعة طالع السنة دي عامل برنامج في رمضان اسمه نور الدين وأنا أعرف أني كان فيه فيلم لعل كسار اسم نور الدين والبحارة ثلاثة ده كان تقريبا أول ظهور اسمه يا سينا رحمون هو بقى عامل برنامج اسمه نور الدين وفي حلقة من البرنامج جايب أطفال بيسألوه أطفال شوف أطفال بيسألوه أغلب الأسئلة كانت عن علاقة الشباب والبنات والحب بينهم سده والحاجة علي أويكا شايف إن ما فيش مشكلة طالما أبوها عارف أبوها راضي وأنا راضي وما لكنت بقى يا قاضي تصارك كده حلقة بتقولي إن الشيات معتواش خلق مدام الأب والأهل آه في علانية وما فيش حاجة حرام الحرام ده بقى يعني الحرام يعني فيه خلوة لأ سمان يعني دلوقتي مثلا هو أبعط لها رسالة كتب لها فيكي بحبك وحشتيني مثلا بحبك وإيه؟ وحشتيني طب ماشي وأنا أبعط لك إن شاء الله بحبك ووحشتيني وحش لما يأكل الوحشتيني أيوة ده بقى ده بقى اللي حصل ده وأبوها عارف أه أخلاص طب لو هو يعني طب لو ساك ومحدث يحفر محدث يحفر يبقى غلط يبقى ابتدين السر هو يبقى نتكلم كلام مش مصبوط كلام نتكسف منه كلام يحوك فيه الإثم وأنا خافه أن يطلع عليه الناس ما هي أوضح من الواضحات هايو أبيل من البينات صح لكن ندفه دورك يا أخي أنا يا بابا أنت عارفني وعارفك ووثق من أخلاقك ويا بابا الولد ده بسعيدني أو أنا بحبه وإن شاء الله لما نخلص بعد عمر طويل المشوار بتاعنا نبقى نتجوز ماشي أبوها عارف ومها عارفة وأنت عارف وكاد إيه بقى اللي إحنا والدامو ده يعني المصريين حقيقة لهم علاقة غريبة بإسم علي يعني في كتب التاريخ كان المصريين بيغيوزوا الفاطميين بسيدنا علي يعني قصدي بسيدنا معاوية عشان إيه يحرقوا دم الفاطميين يعني الشيعة يعني لكن المصريين مثلا سموا العربية الكاررو آآ علي إيه علي حاجة كده كان اسمها علي حاجة والله كان عربية الكاررو كان لها اسم علي حاجة وفي حلاوة اسمها علي ولما يشوفه حد وفيه امه علي ولما يشوفه حد عامل حاجة كده كنت عامل نفسك نفس شريشك عامل لي فيه أبو علي والأستاذ إحمد أمين في قاعد كتبه أشار للحكاية دي إن اسم علي عند المصريين مهم قوي قوي معادي علي جمعة لأن علي جمعة أن نفسه أعرف أن العربية الكاررو كان اسمها علي إيه علي وكان لا أه علي كان اسمها علي أهيه العربية الكاررو علي عوض افتكرت انا افتكرتها دلوقتي كان يقوله على العرباء الكارو وانه بكتل وليه يا رجب على علي عاوض ما تعرفش ليه علي عاوض هل هو اول عرباجي ظهر في تاريخ مصر كان اسمه علي عاوض وكان يعني ما عرفش انما كان حاجات كتير بيسمع علي قوي ما ده علي جمعة علي جمعة الحقيقة تراث يعني ايه اللي انت بتعمل ده علي ومه رح تقول للناس اهو كرباجي ورا جاست اهو والذي يسميه علي عاوض اهو الله كانت وسيلة نقل مواصلات الناس يعني طيب اسئلة تانية الحقيقة اصارت جدل زي الطفلة اللي سألت علي عاوض هل المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة تخيل علي جمعة رد عليها اللي هي تفضل تفضل دلوقتي في ديانات اخرى غير ديانة الاسلام زي مساء المسيحية وكمان ليها رسل من السماء وليها كتب زي سيدنا عيسى طيب دلوقتي ليه المسلمين بس هما ليدخلوا الجنة هما برضو ومي اللي قالك ان المسلمين بس هما ليدخلوا الجنة دي معلومة مغلوطة عندك لان ربنا قال غير كده قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلاهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزلون يبقى الآية واضحة جدا انه ربنا سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام كل اسمه اسلام عندنا طيب انا مش اتكلم لان انا مليش الموضوع ده خالص لان هيتلعج مع الشيخ يكلوه يكلوني ويحلوا بي انا لكن انا عايز اسألك سؤال لما البابا في روما اباح دخول الجماعة الشمال للجنة الجماعة بتعرمبوا طلقوا عليه الكعنة والاخباط والارثوكس كلهم كلوه او الله يقول له يعني ايه طيب انا هقول لك على حاجة وروح اسأل كده اي اسيس اقول له انا مسلم ما تعمدتش ما اكلتش وشربت من دم المسيح ولا اعترب بان المسيح ابن الله هل هخش الجنة نسمع كده اسيس مسيح يقول لي ايه سيئل سؤال مباشر الانسان ده كان في المثالي وبيخدم وامين لكن مات وما نعرفش بقى امن ولا ما امنش بلاش نقول رحفة احنا نقول لو كان امن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السم لكن لو كان رافض المسيح ايا كانت سلوكياته الحقيقة حسب ايماننا هو ملوش في السمى نصيد لانه تعليم المسيح من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيد في الحياة الابدية يمكس عليه غضب الله طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت يدخل الملكوت غزب لمجرد ان اخلاقه عالية هو اساسا ما عاش بالاخلاق العالية عشان يدخل السمى ما فكرش فيه هو عاش بالاخلاق العالية او بسلوك كويس لمجرد انه انسانيا هو شايف ان ده حياه افضل لكن طول ما هو عايش وان كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات اتعرض عليه الإيمان بالمسيح ورفضوا وظل يسلك سلوكا نراقيا اخلاقه كويسة الحياة هو ما طلبش الملكوت مع الفهم سعر سعر على فكرة الاغباط الارثزوكس الارثزوكس نفسهم فيه طوايف تانية في المسيحية زي البروتستانت والكاتوليك عندهم مشاكل كبيرة جدا انا بقى بالمناسبة عايز اسأل علي علي على الله ايه على الله هو حضرتك بتقول اي حد يخش الجنة والنصارى هيخش الجنة متأكد علي لا هو حد حكالي حد من الناس اللي شايلان لك ابحاث كتيرة يعني حكالي انك يا علي على الله كنت مرشح تبقى شيخ ازهر ولكن مبارك رفضك ليه رفضك لانك دايقت البابا شنودة قال له دايقت البابا شنودة في ايه علي على الله لانك كليك بحث عن النصارى او المسيحيين وكنت يعني الحقيقة في البحث ده لسانك طويل عليهم مما ادى الى غضب من البابا شنودة وبالتالي استبعدت من مشيخة الازهر انا المعلومة عندي بتقول كده ايو الله شيخ الازهر انك انت الحقيقة عملت بحث قلت ان بتكفر فيه السادة المسيحيين بتكفر فيه النصارى عندك البحث ده يا علي ولا ما عندكش ولا اقول للراجل يجيبه لك لديك بحث بتكفر فيه النصارى جاية دلوقتي تقول البت من اللي قالك دي معلومة مغلوطة ده الناس اعدالك يا علي ده بالأبحاث يا بيه انا مش اضيع وقت كتير انا معي الدكتور ياسر مجار دكتور ياسر اهلا بحضرتك الاول خلينا شكرك على الهوى على الموسوعة الله يعزك انا ما استلمتهاش لان انا مش في تركيا بس سألولي الدكتور ياسر جايب لك الموسوعة الفقهية وانا بقى عملت فيها ابو عالي بقى وخبرت الناس كلها قلتلهم عندي موسوعة فقهية 25 جزء ما شاء الله يا دكتور ياسر كل الشكر والتقدير لحضرتك الله يرفع قدرك ياهوى عشان انا بشكرك على الهوى لان انا طلبتها على الهوى فكان لازم برضو اديك حقق على الهوى الله يحب دكتور ياسر يعني الحقيقة خليني على فقه اللي صرر بالبحث كالدكتور علي جمعة اللي بيكفر فيه المسيحيين كان عبد المعطي بيومي نعم ان اللي قال لي كده الشيخ عصمت اللي عشان بس اديله حققه الشيخ عصمت اللي ما قال لي ان ليك بحث يا علي بتكفر فيه المسيحيين ايام مبارك ودي اغضبة البابا شنودة مما قدى الى طيرانك من الترشح او الترشيح لمشيخة الازهر واللي سرب لك البحث ده الاستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي جزاها الله كل خير عنا وعن المسلمين دكتور ياسر كان فيه فيديو سابق للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بيقول فيه ما تدعوش لغزة لان ربنا مش هيقبل دعاتكم وان الدعاء ده في الحالة دي بيبقى عامل زي المخدر عشان ترضى عن نفسك عشان تقول انا عملت اللي علا ودعيت لهم قد تختلف او تتفق مع الدكتور مع الاسير حازم صلاح ابو اسماعيل ما هو رأيك والله كلام الاستاذ او الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كلام صحيح تماما لكن هو بيقول هذا بناء على ماذا هو بيقول ان ما ينفعش ان انت ترضي نفسك وتقول انني ادعو لأهل غزة مثلا او ادعو للمستضعفين في اي مكان وانا بذلك قد ابرأت زمتي عند الله وهم بيقول له ان دعاءك هنا غير مستجاب ولن ينفع لماذا لان الواجب عليك هو اكبر من ذلك تمام يعني الواجب عليك من مثلا الان اهلنا في غزة انت واجب عليك مثلا ان تنصرهم مثلا بالسلاح لذا كنت حاكم او تستطيع او بالمال فمثلا انت غني واعطاك الله سبحانه وتعالى مالا واهلنا هناك يعني يموتون من الجوع ويموتون من البرد فعند اذن اذا انت دعوت ولم تنفق عليهم يعني انت لم تعطيهم مالا واقتفيت بالدعاء فهذا لن يقبله الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء تمام يعني مثلا انت دارك يعني فقير وينام من غير عشاء تمام ويعني وصل به البؤس الى ما نرى الآن وانت تتنعم بالخيرات ثم تقول انا ادعو الله سبحانه وتعالى له ان يغنيه هذا الدعاء لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى فالشيخ حزم يقول لا تدعو لهم لأنك واجب عليك ان تفعل ما هو اكبر من هذا الدعاء هذا يكون حينما اؤدي ما عليك يعني انا غني مثلا فانا اعطي مالا لهم ثم بعد ذلك ادعو انا مثلا ليس حلتي او ليس معي اي شيء استطيع ان اقدمه لهؤلاء فانا واجب علي الان الدعاء الشيخ حازم يقول انت لا تدعو لا تدعو لهم وانت قادر على فعل ما هو احوض اليهم من الدعاء هذا هو المقصد في داعاء وليس المقصد ان لا تدعو لهم بالكلية لا انت تؤدي ما عليك في اتجاه هؤلاء يعني الحق الواجب لأهلنا في غزة ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى اما انت ترضي نفسك بشيء مزيف يعني رضا مزيف رضا غير حقيقي كما يقول وانت يعني بتصبر نفسك او بترضي نفسك ان انا يبدعو لهم اعمل اكتر من كده لا انت واجب عليك ما هو اكبر من هذا واجب عليك يعني نحن نمدهم بكل ما يدفع يعني هذا البلاء عنهم سواء انت كنت حاكم فوجب عليك اشياء معينة اذا كنت محكوم او انسان عادي واجب عليك اشياء معينة اذا كنت اعلامي اذا كنت عالم فكل انسان يجب عليه ان يؤدي الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى لأهلنا في غزة فاذا انت لم تؤدي هذا الواجب واكتفيت بالدعاء فهم قلت لك لا تدعو لهم فهذا الكلام يعني انا افهمه وهكذا يعني طيب دكتور الحقيقة اللي فاتوى تانية البنت صغيرة تسأله عن اللي يخش الجنة فبتقول المسلمين بس هم اللي يخش الجنة فاستشهد بالآية الكريمة ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون وقال لا كله تأريب انا يخش الجنة في مفاهمنا ما هو تعليقك اولا يا سبحانه ده بد ان نعلم ان هذه الآية كان الخطاب قبل هذه الآية الله سبحانه وتعالى كان يتكلم عن بني اسرائيل تمام وكان يذم في بني اسرائيل فحتى لا يظن كثير من الناس ان بني اسرائيل هم أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلهم يعني اهل شر اهل فساد فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان ليس كل هؤلاء اهل شر وان منهم ناس يعني اهل صلاح واهل تقوى فقال ان الذين امنوا الهم المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى والصابعين من امن بالله واليوم الاخر يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام يعني هذا الكلام ليس لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا مما لا خلاف فيه بين احد قط من علماء الامة يعني فعلا الجنة ليست للمسلمين فقط بعد يعني يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في من اليهود هيدخل الجنة الذين امنوا بسيدنا موسى عليه السلام والذين امنوا بسيدنا عيسى عليه السلام سيدخلون الجنة لكن هذا كله قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما من وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعند إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أنزل عليها إلا كان من أهل النار يعني لو كنا أن هؤلاء يدخلون الجنة والنصر يدخلون الجنة واليهود يدخلون الجنة ما فائدة الإسلام إذن يعني ما فائدة أننا نكون مسلم وما فائدة أن الحروب تقام ونشر الدعوة وكذا فترم أنه لا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة وهذا سيدخل الجنة خلاص تمام هذا العلماء قاطبة يعني الإمام ابن حزم رحمه الله نقل إجماع العلماء على كفر اليهود والنصار وعلى أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر مرتد عن دين الإسلام والإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين حكى إجماع العلماء أيضا على أن كل من دان بدين غير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو كافر مخلط في النار بس هو الشيخ علي جمع بيقول أنه اليهودية والمسيحية كل دي اسمها إسلام لا ما هو إن الدين عند الله الإسلام تمام يعني الأصل في اليهودية هي الإسلام والمسيحية هي الإسلام وإن الدين عند الله الإسلام هذا يعني لن يقبل منك إلا إذا آمنت بهذا النبي فإذا أنت آمنت بسيدنا موسى عليه السلام في عصره وفي زمنه فأنت مسلم وإذا آمنت بسيدنا عيسى عليه السلام في عصري فأنت مسلم وإذا كنت هوديا وكفرت بسيدنا عيسى عليه السلام وأنت مؤمن بسيدنا موسى عليه السلام وكنت في زمن سيدنا عيسى فأنت كافر لأنه لا بد أن تؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام وكذلك كل من أتى في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعثة عند إذن يجب على كل الناس أن يؤمنوا به طيب وده كلام يتفق مع برضو الرهبان والقساوسة المسيحيين الذين يرون أنه أي شخص معما كانت أخلاقه عالية ولكن لم يؤمن بالمسيح على أنه ابن الله ولم يعمد والحاجات دي فهو رجل محترم ولكن هو خارج ملكوت السماء مش مع المسيح يعني أصدقل هي نفس الفكرة عند المسيحيين أنه من لم يؤمن بالمسيح كما يراه الأغباط فهو كافر وخارج ملكوت السماء مهما كانت منحه البشرية ومهما كان أخلاقه نفس القصة عند اليهود هنا بقى ياخدني سؤال يا دكتور ياسر يعني في ناس كتير سألت طيب ما هو كيف تقبل منا صلاة وترويح وحاجات مندي وقراءة قرآن ونحن نتفرج على أو نراقب على نراقب أطفال غزة وهي تموت جوعا كيف ترى هذا أو هذه الدعوة يعني ممكن لو تسمح لي قبل أن أنتقل إلى هذه الدعوة اسم محمد يعني أبين أقوال العلماء الذين نقل إمام ابن حزم رحمه الله وابن تيمير رحمه الله والإمام الناو رحمه الله والإمام القاضي عيض وكل هؤلاء نقلوا إجماع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر يعني المسألة مش مسألة إيه وصلت دي دكتور وصلت يعني هذا أمر مجمع عليه هذا أمر يعني ليس فيه خلاب أما بالنسبة أن أنا مثلا أصلي الترويح أقوم الليل وأصوم هل ربنا سبحانه وتعالى بيقبل مني مع الرغم أن إخواننا مثلا في غزة يعني يقتلون ويشردون وهكذا هل ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني أولا مسألة القبول وعدمه هي رجعة إلى الله سبحانه وتعالى وليس من حق أي إنسان حتى لو كان عالما أن يقول هذا عمل مقبول أو غير مقبول وإنما نقول هذا عمل صحيح أو عمل فاسق تمام يعني يسمح محمد بيصلي ما ينفعش أقول له يسمح محمد صرتك غير مقبولة لا أنا أقول لك صرتك صحيحة أو غير صحيحة إذا طوفرت الأشياء فإحنا الآن بي نصلي أنا مثلا أديت ما يجب علي اتجاه أهلنا في غزة تمام ثم أنا أصلي وأقوم الليل هل ربنا يقبل مني أكيد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبل مننا جميعا تمام وحتى لو أنا إنسان مقصر يعني أنا أفطرت مثلا إن أنا إنسان مقصر ولم أؤدي الواجب الذي علي اتجاه أهلنا في غزة طيب الإنسان هو واجب عليه عدة أشياء هل إذا ترك واجبا من الواجبات وفعل واجبا آخر أو فعل طاعة أخرى هل ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذه لأنه لم يفعل هذه لا تمام الله سبحانه وتعالى لا كل شيء يعني مثلا أنت واجب عليك مثلا خمسة أشياء أنت عملت أربعة وطرقت واحد هل معنى أنت تركت واحد ربنا لا يقبل منك الأربعة الثانين لا يعني إن شاء الله ربنا يقبل مننا والصلاة والصيام وقراءة القرآن لكن ينبغي علينا أن نعلم أن نصرة أهلنا في غزة هي ليست تطوعا مننا وإنما هذا حق واجب على كل مسلم قادر على نصرتهم أن ينصرهم بقدر ما يستطيع أن يفعلوا بشكرك الدكتور ياسر النجار بشكرك حضرتك جدا وأكرر شكري على هديتك القيمة الموسوعة شكرا فانا الله يعزه قبل ما نقفل بس الدكتور علي جمعة أو علي عوض كان له بحث نشر ونشرته موقع المصريين تقريبا بيكفر فيه المسيحيين وهذا البحث عندما نشر أثار ضجة وغضب من الإخوة المسيحيين وطلبوا باعتذار من شيخ الأزهر الكنيسة المعدنية تطالب باعتذار من علي جمعة لتكفيره الأخباط طلب الدكتور القص بطرس فالتأوس رئيس الطائفة المعدنية الكتابية الأولى باعتذار رسمي من الدكتور علي جمعة مفت الديار المصرية الذي أعلن في خطباته الأخيرة بأن المسيحيين كفار وأهل زمة مضيفا أن ما ذكروا إهانة ولا بد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وأضاف فالتأوس في بيان رسمي أننا نطالب الدكتور أحمد طيب الشيخ الأزهر بأن يعتذر ويعلن مع المفتي أن المسيحيين ليسوا كفارا ويجرم كل من يكفرهم مؤكدا أن الاعتداءات الأخيرة على كنيسة ماري جيرجيس بالماريناب حدثت بعد أن أعلن المفتي أن المسيحيين كفار إيه رأيك يا شيخ علي ده بحث أنت خطبة ليك النهاردة 2011 هتو يعلم كفار والنهاردة هيخشوا الجنة عادي كده عادي جدا أنا ما عنديش مشكلة فيه إله هو اللي دخل الجنة ويخرج منها لكن أنا بسألك أنت أبرز عشر فتاوي لمفتي الديار السبق وليه الأمر يمكن أن يزني عادي التانية يجوز تلقى غشاء البكارة التالتة بيع الخمور حلال الرابعة الحشيش والأفيون طاهران الخامسة اتصل بزوجتك قبل العودة لمنزق لا تضبطها مع عاشقها السادسة شرب الماء بعد ذكر الله غير مستحب السابعة النظر إلى المتبرجة حلال التامنة طاعة السيسي من طاعة الله التسعة إليزابيس حافظة النبي صلاة النبي أحسن عشرة النبي إدريس هو أبو الهول ما له النبي إدريس أن هناك قرابة النبي إدريس هو أبو الهول النبي إدريس هو أبو الهول يا راجل صوروا أنا عمال أقول أبو الهول أنا شفتوا فين أبو الهول قبل كده بقى النبي إدريس هو أبو الهول يا راجل خلينا نروح تريند أحسن نتلم رمضان بعد الفصل تريند والحشاشين يروج للشدة المستنصرية كنت اتكلمت معاكم من شوية عن خطائين تاريخيين في مسلسل الحشاشين الناس اكتشفت واحد منهم ناس كتيرة جدا أنه الحسن الصباح منزلش مصر في الشدة المستنصرية الخطأ الثاني فكرة أنه الحسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك كانوا صحاب دبا زراميت قلت لكم أن عثمان الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة له كتاب صدر سنة 1988 فند القصة دي وقال لا علاقة لها بالواقع لكن عبد الرحيم علي كعدد بعض المتصوفين يموت في اليغمة والقصص الخرافية ويلا أوحش ورمي وانبارح كمان اتكلمنا معاكم عن المسلسل ده والحقيقة يعتبر الجزء الرابع من مسلسل الاختيار اللي اتعامل منه ثلاث أجزاء وبنفس المخرج بترميمي وزي ما شفنا أن فيه نشطاء كتير ربطوا بين المسلسل وبين الخلافات السياسية اللي بين السيسي وجامعة الإقوان وقالوا أن ده إسقاط للأحداث التاريخية على الواقع الحالي وده اللي اللي جان الإلكترونية بتاعت السيسي الحقيقة اشتغل تعليم الإمبارح وطلع هاشتاج الحشاشين اتصدر منصة X واللي جان عملت منه منصة للهجوم على مين على الإخوان وده بقى اللي كانوا عايزين يعملوه من أول مع عبد الرحيم علي كان مع الموزيع المسلسل تخين وطلع السيسي قال له أم اللي انت عايزه فقرر يعمل حشاشين عشان يقول أن الإخوان هم الحشاشين تخيل يعني الحشاشين الفرقة الشيعية حتى الشيعة اتنصلوا من الحشاشين وسموهم الحشاشين حتى الشيعة يشبه الإخوان السنيين بقى حط فرقة انتسبت إلى تاريخ الإسلام زي ما هنشوف في تغريداتهم كده أهو قادي تغريدات اللي جان قال لك عمل جبار بكل ما تعنيه الكلمة وفرقة الحشاشين موجودين في كل زماننا لكن بمسمى آخر يا ولا معروف لذلك هم زعين والصياح من أول حلقة عشان المسلسل بين عاقدتهم الباطنية نتنة تخيل الصحفي سمير العنكي خلاص بقى سبك منهم الصحفي سمير العنكي رد على اللي جان وقال لك انت عايز ايه منها يعني يعني رد على اللي جان دي كلام اللي جان وقال لهم بطلوا هيافة بطلوا هيافة هو رد عليهم وقال لهم قادي الأستاذ سمير العرق اللي بيقول انه الحشاشين كما هو الحال في كل رمضان انتشرت اللي جان من أول تقول ان الإخوان متغزين من مسلسل الحشاشين وده دليل انه جبار وهيكشف حقيقة التنظيم محاولة ربط الإخوان بالحشاشين تحشيش بالفعل وجنان رسمي وطبعا الإخوان اللي يتفرجون على المسلسل ويمكن مستمعين عنه بطلوا هيافة لكن اللافت في مسلسل الحشاشين في الحلقة التانية اللي اتزعت مبارح هو انها زي ما قلت لكم قال لك ايه كشفت عن الشدة المستنصرية اللي ضربت مصر في عهد المستنصر الحاكم الفاطمي واللي خلت الناس تاكل بعضها المخرج بيتر ميمي والمؤلف عبد الرحيم كمال والإخوة المراجعين التاريخي للمسلسل عشان يلو عنق التاريخ لفكرتهم ويخدموا على الهدف السساوي اللي عايزين يوصلوا الناس لي غيروا في الأحداث التاريخية وخلوا البطل حسن الصباح يزور مصر في الشدة المستنصرية خل بيتر ميمي مخرج يعني يا بيتر ميمي ده لو في عيل في معاة السينما في السنة أولى مش هيعمل مشهد الشدة المستنصرية كده لكن على كل حال يعني خدمنا المشهد ده لأنه خلي بالك من كلام كريم بيقول إن السبب الشدة الفتن يعني مش الحاكم ده اللي كتب وعوض قال لك كريم عبد العزيز ده عوض بيقول إن الشدة المستنصرية سببها الفتن يعني مش بسبب غباء الحاكم أستو كان موالي للحاكم الفاطيم الشيعي يعني حسن الصباح ما طلعش إخوان طلع من صناع الثقة زي الوقاي ونور ومبارك وبانجو لكن في ناس تانية كلمة عن سبب الشدة المستنصرية بس برؤية عصرية يا ترى إيه هي تعالوا نشوف محمد كتب إيه كده كتب بيقول الشدة حصلت بسبب إن المصريين عملوا ثورة على الخليفة الفاطيم المستنصر بالله هو كان يعايز يخليهم أمة ذات شاء مش أمة العوز بس هم مرضيش يصبروا ويستحملوا معاه وهدوا بلدهم وكل ده عشان بيت المال للمسلمين رفع سعر الفايدة وعوموا من دينار طبعا محمد بيهزر إنما اللي يكسف إن المعروف تاريخيا إن حسن الصباح زي ما قلت لحضرتك هنا لو أنت متابع من الأول ما شافش الشدة المستنصرية في مصري خالص خالص زي ما قلت لك هي حصلت سنة 1065 ميلاديا تقريبا لكن المشكلة حتى إنه يعني ما تلوي الدراما التاريخ عشان الدراما عشان ولي النعم عايز يشوف كده هترضي الحكاية دي بدل ما هم زعلنين على السكر والرز خلاص بصوا مصر عد عليها الشدة المستنصرية خلال نشوف ده اللي كتبته تقريبا حد اسمه مين كتبت تقول طب عشان دا يريني يقول لحسن بن الصباح ما جاش مصر أثناء الشدة ده صحيح هو جاي بعد انتقها بس ممكن يبقى فيه تعديلات تخدم الدراما أنا فرحانا أنهم جابوا المشاهد دي خل المصرين يشوف الخرفان كانت بتبشرهم بايه وبتتمنى لهم ايه دي ما كانتش أزمة زي اللي احنا فيها دي الناس كانت بتاكلوا الجسس والكلاب وكانت المجاورات ملهاش قيمة مقابل كيس طحين متخيني يا بتاع السكر ما عرفش بكام والرز بكام طبعا مية يعني بتطبل شفتوا بقى يعني تحطوا الجزمة ولا مواقزة بققكم وما نسمع حد فيكم اشتكي أسعار ايه وكلام فاضي ايه دي الرسالة اللي عايز يوصلها العبقري بترميمي ومن وراه السيسي زي ما كتب المحامي محمد النوعي اللي كتب بيقول الحشاشين ناس بتقول ان المسلسل اسقاط على جماعة الإخوان أنا شايف ان المسلسل ده وبالذات لان المخرج بترميم مخرج اختيار فالمسلسل رسالة من شخص ما معروف مكمل لكل هرتلة السابقة ان مصر عد عليها الشدة المستنصرية مجاعة يعني وكانت بتحارب الإرهاب وعدت من الأزمة فهمتوا الرسالة؟ هم عايزين يهيئوا الشعب للقادم الأسوأ من خلال المسلسل ده اللي كتبته هالة هالة بتقول مسلسل الحشاشين تهيئ للشعب لمها قادم واستحضار الحقبة البغيدة دي من الشدة المستنصرية مقصود كريم عبد العزيز انت ورأة كلينيكس بيستعملها اللي مشغلك الشياطين يعيدون الناس الفقر والقت والجهل والجوع وأكل بعضنا البعض كما حدث في هذه الحقبة الذين يروجون لها وزي ما بيقول المسل انقلب السحر على الساحر أثناء الحلقة التانية قد الوزير بدر الديني الجمالي هو بيتكلم مع الموظفين في أصر الخلافة عن المجاعة وازاي يحلوها فقال له ازاي نحلها يا فندم قال له مفيش هيبة للحاكم والشعب جعان قال له يا النعمي ليه قال له شيل الدهب اللي موجود على بوابة الحاكم قال له مستقصر الحاكم وهيبة الحاكم قال له هيبة مين لا يوجد هيبة لحاكم والشعب بتاعه جعان وزير بدر الجمالي اللي كان أمير الجيوش ووزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله اللي حصلت في عقد المجاعة قدم في المشهد ده الحلل الكارثة تخيل المشهد ده في مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة بتاعة المخابرات زي ما كتب الصحفي عبد المنعم محمود اللي قال مفيش هيبة لأصر والشعب جعان من مسلسل حشاشين فترة الشدة المستنصرية المسلسل من إنتاج شركة تابعة المخابرات المصرية سبحان الله وعلى عكس ما كانوا عايزين المشهد فرقع في الشعوم زي ما كتب إبراهيم قال كانوا عاملين الشدة المستنصرية بالسردية دي عشان يقولوا للناس اصبروا الجوء على الجوء فرقعت في الشعوم في المشهد سبحان الله سمع يا سيسي بتاع الأصور الرئاسية الوزير قال نفك الدهب اللي على أصر الحاكم لأنه مفيش هيبة لقص أو لحاكم والشعب جعان ده التعليق اللي كتب محمد كتب يقول اهو اطلع الوزير بدر الجمالي مفيش هيبة الأصور والشعب جعان سمع يا سيسي يا بتاع الأصور الرئاسية او صنع المسلسل تلاقيهم دلوقتي بيدربوا نفسهم بالجزم عشان المشهد ده اللي هيفتح الدفاتر القديمة والجديدة للسيسي ويكشف للناس ان البزخ اللي كان عايز فيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ما يجيش نقطة في بحر بزخ وفشخارة السيسي تعالوا نفكركم كده شوية من بزخ السيسي في الوقت اللي الشعب فيه جعان وفقران وبياكل من الزبالة ادي أصر ومجمع رئاسي في العاصمة الإدارية على مساحة 2.5 مليون متر مربع أصر رئاسي على طراز البيت الأبيض في العلبين أصر رئاسي في منطقة الهايكستيب في القاهرة عشر فيلات جديدة للسيسي وأولاده بالأسكندرية والعالمين أربع طائرات رئاسية فخرة من طراز فالكون سيفن أكس ب300 مليون يورو طائرة ملكة السماء بنص مليار سعر روليكس ب300 ألف أوميجا ب750 ألف جنيه خاتم بيرزي كلاسيك روس جولد للسيسي تامنه 25 ألف دولار يا جعير دراجة فخمة الله يرحم ما كنت بتشيف شبشبك عند العجلات في سيدنا الحسين عشان تاخد العجلة ساعة ولو جيت والجنزير واقع كان بيضربك على الشبشب على وشك مجموعة مجوهرات بانتصار السيسي من ملكة شوبار وكارتير قدرت ب750 ألف دولار حقيبة جوتشي للسيدة والله العظيم السيدة في ظهرك 1500 دولار بس هي ناس بتتفرج على مسلسل الحشاشين ليه وعندنا تلميس حسن الصباح اللي خرب مصر ده اللي كتب أحساب باسم أصام بيقول لماذا نشاهد أو تشاهد مسلسل الحشاشين بينما أمامك حاليا الخبير المتخصص في كيفية استخدام الحشيش والترامدول لتدمير البلاد وتلميس حسن الصباح النجيب الذي يطبق الفكرة في عام 13 أيام تمرد والبلاك بلوك والطرف الثالث حتى الميزانية المطلوبة لتدمير مصر بالباكتة السيسي حاسبها كويس الله عليك أصام السيسي خرب مصر وماشي في طريقه وخططه لتدميرها ورافض يسيب الديركسيون بتاع السواء للنهاية ورافض أي حد غيره السوء رغم فشله ده اللي عبر عنه مواطن في الفيديو الجميل ده لسه رجعين من مشوار كلنا رجلين مع السواء مع تول بيجرب أقصى سرعة لا معه رخصة ولا بيعرف يسوء ولا عارف الطريق ولا عايز ينزل وخلي حد بيعرف يسوء يسوء ولا حتى عايز ينزلنا هنا وكل اللي طالع عليه الأجراحة بقى حد فيهم أنا؟ أعتقد كلنا فهمنا زكي يا واعي يا مصري الخلاصة حضراتي أن السيسي يا سادة ما يختلفش كتير عن حسن الصباح والله العظيم والله لو دورت هتلاقيه باطني أنت تعرف البطنية دي إيه؟ يقال أن الإمام جعفر الصادق وهو الإمام السادس تقريبا هو اللي أقر حكاية البطنية دي يعني إيه البطنية؟ يعني أنك أنت تظهر غير ما تخفي خوفا على عقدتك السيسي عمل الحركة دي لأنه السيسي من الحسين أنت لو مشيت في الحسين شوية وقبل ما تعدي شارع جوهر القائد اللي هو بيقتع بيقسم القاهرة المعزية نصين نص كده من عنده وكالة الغوري ونص التاني الجمالية لحد سوء العصر ما تروحش من ناحية تانية انت كمل كده من عنده وكالة الغوري وقصر الغوري وجامع الغوري كمل كده هتلاقي فيه شكل أزهر وورا الأزهر حارة جميلة أو اسمها البطنية البطنية دي سميت بالبطنية لأنها كان بيسكنها أيام ما تبنى الأزهر البطنيين دول الشيعة الشيعة دول فتسمت الحارة دي باسمهم البطنية اسيشي من الحتة دي بقى من حتة البطنية دي لا مش من الحارة الجميلة دي لا من المزهب ده فضل يخبي يخبي دحك على الرئيس مرسي ودحك على الجيش ودحك على زميله في الجيش ودحك على قصمة وصفي ودحك على زميله كل على المثقفين دحك على خلق دحك على شعب بطريقة البطنية أزهر عكس ما تخفي هو ده حسن الصباح وإن اللي حصل من الطائفة دي منحرفة السيسي بيعمله هو السيسي مستمر في تدمير البلد للنهاية وكمان بيهيئ الناس أنا عايز أقولك أن أنت لما تدرس عمليات حسن الصباح زي ما أنا بعرضها كل يوم على قناتي هتلاقيها كلها ضد الإسلام السني حسن الصباح ما كانش بيعمل عملات انتحارية إلا مع الشخصيات السنية بتوء السلاجقة اللي هما الجماعة الأشداء الأقوياء وزير زي نظام الملك يتقتل ليه بينما عنده الصليبيين ما بيحربهمش تعرف لما فكر بس يقف قدام المغول مسحوا بأستيكة مسحوا مسحوا القلعة دي عمر حسن الصباح محارب غير الإسلام السني تم موسيسي بيعمل كده حسن الصباح كانت فرقة مهارتقة خارجة عن الملة تقريبا وكانوا بيقله الحاكم تم موسيسي عايز كده مش بيكلم ربنا مش بيقولك ربنا قالي وقلتله والحاجات دي حسن الصباح كان شايف نفسه شخص عنده علم لدني وأنه مرشد للبشرية تم موسيسي كده مش يش سيسي شايف نفسه أنه حاجة جبيرة جدا وفهمناها سليمان وحتى مصر قاله خد دي فاخدها تم موسيسي صباح كده يا حضرات السيسي بيهيئ الناس كمان وميستحملوا ويزبروا معاه زي ما حصل في الشدة المسنصرية لكن دورنا أن احنا نرفض اللي بيعملوا السيسي ونرفض إفقار الشعب وتويعه لغاية لما ييجي الفرج من عند الله وتنزح الغم عن مصر بالفقرة دي أنا وصلت لنهاية الحلقة وباقي الكلمة الأخيرة اللي دايما نقولها لكم لحد ما شوفكم يوم الحد الجاي تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير تصبحوا على خير